لم تعد ألعاب الفيديو ملهاتا أو مضيعة للوقت كما يظن البعض فقد طورت مجموعة من الباحثين الأستراليين جهازا لألعاب الفيديو يساعد في تغيير حياة مرضى مصابين بالسكتة الدماغية مجموعة من أخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى بجزيرة تاسمينيا الأسترالية أجروا أبحاثا تهدف لمساعدة المرضى على التعافي من الأثار المنهكة للسكتة الدماغية المريضة أني تايوب والبالغة من العمر 69 عاما لم تمارس ألعاب الفيديو طيلة حياتها حتى أصيبت بالسكتة الدماغية لم أمارس الألعاب على الكمبيوتر طيلة حياتي هناك لعبة يمكنك من خلالها التقاط التفاحة لم أستطع التقاطها في البداية لكن الآن أستطيع ويؤكد أخصائي العلاج الطبيعي جون كانل أن تحسنا ملحوظا طرأ على المريضة خلال فترة زمنية قصيرة من ممارستها للعبة بدأنا هذا العمل مع المريضة منذ أسبوعين ونصف والآن نلاحظ أن المريضة بدأت بالفعل في استخدام ذراعها أكثر ووفقا للأطباء فإن تفاعل المريض مع اللعبة يساعد في الحفاظ على استمرار تركيزه والتخلص من عقدة الشعور باليأس ويأمل العلماء في المستقبل القريب الوصول إلى اكتشاف وسائل جديدة أكثر فاعلية ومرونة من حيث الاستعمال وتكلفة للمساعدة في شفاء المرضى خاصة أصحاب السكتة الدماغية لم تعد ألعاب الفيديو ملهاتا أو مضيعة للوقت كما يظن البعض فقد طورت مجموعة من الباحثين الأستراليين جهازا لألعاب الفيديو يساعد في تغيير حياة مرضى مصابين بالسكتة الدماغية مجموعة من أخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى بجزيرة تاسمينيا الأسترالية أجروا أبحاثا تهدف لمساعدة المرضى على التعافي من الأثار المنهكة للسكتة الدماغية المريضة أني تايوب والبالغة من العمر 69 عاما لم تمارس ألعاب الفيديو طيلة حياتها حتى أصيبت بالسكتة الدماغية لم أمارس الألعاب على الكمبيوتر طيلة حياتي هناك لعبة يمكنك من خلالها التقاط التفاحة لم أستطع التقاطها في البداية لكن الآن أستطيع ويؤكد أخصائي العلاج الطبيعي جون كانل أن تحسنا ملحوظا طرأ على المريضة خلال فترة زمنية قصيرة من ممارستها للعباء بدأنا هذا العمل مع المريضة منذ أسبوعين ونصف والآن نلاحظ أن المريضة بدأت بالفعل في استخدام ذراعها أكثر ووفقا للأطباء فإن تفاعل المريض مع اللعبة يساعد في الحفاظ على استمرار تركيزه والتخلص من عقدة الشعور باليأس ويأمل العلماء في المستقبل القريب الوصول إلى اكتشاف وسائل جديدة أكثر فاعلية ومرونة من حيث الاستعمال وتكلفة للمساعدة في شفاء المرضى خاصة أصحاب السكتة الدماغية